الخبر الثاني اللي هو حديث القاهرة هو ما حدث في مجلس الأمن الدولي فيتو أمريكي جديد كنا على بعد خطوة واحدة بس من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة لكن للأسف فيتو أمريكي تدخل وللمرة الرابعة في شهرين يعني تم تجهيز ست مرات قرارات لوقف إطلاق النار في غزة أربع مرات منهم تدخلت أمريكا بقرار الفيتو عشان توقف هذا القرار تمتصورين وقف قدام إنقاذ أرواح الأبرياء بمنتهى القوة ورفض المجتمع الدولي كله لا يعني لها بشيء بالمناسبة يعني الإمارات هي من جهزت مشروع هذا القرار وأخذ تعليم وفقة ودعم من أكتر من 96 دولة وتقدم للتصويت الخمستاشر عضو اللي من حقهم التصويت 13 عضو منهم وافق وعضو واحد بس رفض بالفيتو لكن بريطانيا أحجمت على إن هي تشارك يعني مش قادرين نتصور إن إزاي كل المقاسي الإنسانية اللي موجودة في غزة دي لا تستطيع إنها تكون خير دليل على إنها تحرك الإنسانية داخل صناع القرار إزاي أمريكا بكل هذا الجبروت تقف قدام قرار إنساني زي ده طبعاً ما أعتقدش إن أنا محتاجة أقول رأيي أو أخذ موقف في اللي بيحصل في غزة لكن أنا عايزة أقول حاجة واحدة بس الحاجة دي إنه هناك أسئلة منطقية بتتردد في ذهني أنا شخصياً وعايزاكوا تفكروا معايا فيها للي بيحصل في غزة ده أولهم إذا كانت إسرائيل بكل هذه القوة وإذا كان عندها أحدث أسلحة في العالم إزاي وبعد شهرين كاملين ما قدرتش تحقق أهدافها في قطاع غزة اللي هي بتحكي عليهم إزاي وما فيش وجه مقارنة لا بالغطاء الدبلوماسي اللي عامله لها أمريكا ولا حتى بالمعدات العسكرية اللي وصلت لإنها بتستخدم الأقمار الصناعية فيها وما زال الإمداد مستمر علامة استفهام كبيرة صح السؤال الثاني إذا كانت إسرائيل فعلاً بتهدف لإنها تحرر أسراها فقبلت الهدنة المرة اللي فاتت ليه قطعت الهدنة وليه ما انتظرتش حتى تحرير آخر أسير من الأسرة ولا كان نوع من أنواع التلاعب من إسرائيل عشان تتتبع طريقة خروج الأسرة دول من أماكنهم فيبقى بالنسبة لها استهداف المسلحين بتوع حماس وأيضاً محاولات تحرير أسراها بطريقتها المسلحة اللي فشلت فيها فشل زريع مع أول محاولة تعملها مبارح هو ده السبب اللي خلاها تقبل بالهدنة شوية بدليل أنها بتضحي باقي الناس اللي موجودين هناك رهائن عند حماس سؤال الثالث اللي مهم إذا كانت المناطق المدنية والمباني اللي بتضربها إسرائيل للنهار قدام العالم علشان تضرب فعلاً مسلحين حماس ليه ما بنشوفش اللي خارجين من تحت الأنقاط دول مسلحين ومعاهم أسلحة ليه ما بنشوفش ده كل اللي بنشوفه أطفال وستات وناس مدنيين على الأغلب مدنيين مأساة أكبر مأساة إنسانية بيعيشها التاريخ الحديث مش قادرين نوقفها آخر سؤال هطرحه عليكم إزاي العالم بكرة حيقدر يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وسط مهزلة إنسانية شايفينها كلنا 24 ساعة على شاشات التلفزيون من غير ما يقدر يتحرك علشان يوقفها يفشل حتى في آخر جزء لمجرد أن يهم يديهم رسالة أمل إحنا وقفين جنبكم في أنه يحقق هدنة لحد ما الناس دي تحاول على القل تلم جرحاه أو تطلع بقية الجسس اللي تحت الأنقاض ما عندهمش أي وسيلة حديثة لاستخراج الجسس من تحت الأنقاض دي أسئلة مهمة وروني هتحتفلوا إزاي بكرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان سؤال مهم اللي حصل في أمريكا والفيتو الأمريكي لازم نسأل عليه في أمريكا معنا المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي من واشنطن السيد ماك شرقاوي أهلا بحضرتك معنا أهلا بك يا كريمة وأهلا بجمهورك الكريمة كواليس اللي حصل يعني هل يطرى فيه أي شيء معلن حوالين اللي حصل وإزاي أمريكا تدخلت بهذا الفيتو بهذا الشكل رغم الإجماع اللي احنا كنا شايفينه عشان إيقاف الهدنة هو يعني أمريكا بتتحجج بين لم يصدر في مشروع القرار حجمات حماس على إسرائيل طبعا يعني لعبة دبلوماسية يعني ولكن هي لا تريد إيقاف إطلاق النار وتريد إسرائيل أن تستكمل المهمة وأعتقد أن البيت الأبيض وضع نافذة من الوقت يعني لغاية نهاية السنة لبن أمين يتنياه أن ينتهي مع أن يتوخل حرص في عدم سقوط الكثير من المدنيين الكثير لكن ممكن المدنيين يسقطوا مش مشكلة طب وإيه هي الضمانات يا أستاذ مك؟ يعني كيف يكون هناك ضمانات لعدم التعدي على المدنيين؟ وهل ستصمد غزة لحد آخر السنة؟ زي ما بتقول أمريكا أنها ممكن تصمد وإحنا شايفين أنها وصلت لأدنى مستوياتها اللي ممكن تكون أمنة وغزة أكثر مكان خطر على الأطفال زي ما تم إعلانه من قبل الأمين العام بنفسه وأصبحت منطقة موبوءة هل تحتمل غزة يوم كمان من غير وقف إطلاق النار؟ غزة لا تحتمل يوم ولكن للأسف الشديد الإدارة الأمريكية بتدعم إسرائيل إلى أقصى درجة ممكن تدخليها يا كريم إسرائيل بيعتبروها الولاي 51 وليست الشريك أو الحليف الاستراتيجي بس هناك بارقة أمل أن الشعب الأمريكي بدأ يتفهم أن هناك أمر ما خطأ والكثير من الأمريكان بيقولوا احنا اتضحك علينا من البروباجندة الصهيونية الأمور ليست كما يقولوا لنا لا هذا شعب مسالم مدني يقتل منه قرابة الـ 18 ألف النهاردة ده غير ما لا يقل عن 4-5 ألف تحت الأنقاض ويجرح منه من 35 ألف تقريبا فالعالم يرى أن هذا الشعب ليس شعب إرهابي كما كانت تصدر إسرائيل وأنهم يريدوا أن يزيلوا إسرائيل من الوجود هم يروا النهاردة إسرائيل بتحاول أن تزيل هذا الشعب من الوجود طيب هل الحركة الشعبية اللي حضرتك بتحكي عليها دي وأن الشعب الأمريكي بدأ يفهم ويتفهم ما يحدث على الأرض ممكن تؤثر في صناعة القرار أو تضغط على السياسة الأمريكية عشان تغير موقفها هو تضغط ولكن بليس الضغط الكافي 65% في آخر استطلاع من الشعب الأمريكي يريد إيقاف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين 85% من هذا الاستطلاع من الديمقراطيين الحزب الحاكم حزب بايدن 85% يطالبوا بإيقاف إطلاق النار 24 عضو من مجلس النواب الأمريكي تقدموا بخطاب لبايدن لوقف إطلاق النار السناتور ساندرز وهو من الديمقراطيين هو مستقل في منصبه في مجلس النواب ولكنه من حزب الديمقراطي وكان مرشح الديمقراطيين في 2016 في الانتخابات التمهيدية ضد هيدري كلينتون فقال في مشروع قانون لإعطاء المعونات إلى إسرائيل لكن لابد أن يكون هناك ضمانات مكتوبة من الحكومة الإسرائيلية بلد السهد في مدينة وقتل الأطفال ده تغير نوعي على فكرة يعني الدعم غير المسبوق يعني أما جاء رئيس مجلس النواب الجديد يعني أول قرار طلعه أول قرار خبط به الشكوش الخشب وطلع قرار كان 98% من المجلس بيدعمه إسرائيل 2% فقط هم الذين اعترضوا على هذا القرار إسرائيل بالتأكيد متحكمة في السياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعات الضغط بتاعتها مجموعة الضغط الإيباك بتسيطر على يعني كل السياسيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية الكل يخطب ود هذه المنظمة الكل يخطب ود إسرائيل شوف المناظرات الرئاسية مثلا في الحزب الجمهوري اللي بتم بين المرشحين على يعني الانتخابات التمهيدية للرئاسة يعني إذن على مستوى السياسيين أنا هقدم إيه لإسرائيل بالضبط يعني هذا ما يعلن يعني أنا حتى من أول جئت إلى هنا باعتباري يهوديا أو إسرائيليا قبل أن آتي إلى هنا باعتباري أمريكيان ده كانت تصريح القاتل في المقدمة طيب يعني هذا على المستوى السياسي المحور العربي في مجلس الأمن خبر أعلن أنه بيحضر مرة تانية لمشروع ولن يقف وسيحاول من جديد هل تعتقد أنه فيه أمل حتى لو تقدم المحور العربي بمشروع جديد للهدنة؟ هو للأسف شديد ويمكن تكون هذه الكارثة سبب في تعديل مصاق الأمم المتحدة وتعديل نظام التصويت في مجلس الأمن من ألا يكون خمسة من العضاء الدائمين هو مجلس الأمن 15 عشرة غير دائمين وخمسة دائمين أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا كل واحد فيهم يستطيع أن يوقف القرار بدون إبداء أسباب مجرد أن يعترض بحق الفيتو زي ما شفنا ست مرات يتقدم وقف إطلاق النار المرة الأولى لم يحصلوا لم يحصلوا إلا على عدد يعني خمسة موافقة عفواً خمسة موافقة وستة عدم موافقة فأمريكا لم تعترب بالفيتو لأنه لن يمر القرار قرار عشان يمر لازم يعدي تسعة من الخمستاشر كل المرات اللي عدت تسعة أمريكا عملت الفيتو القرار الوحيد اللي طلعته اللي هو 2712 وهو قرار هذه اللي هو الهدنة فقط ولسا وقف إطلاق النار هدن إنسانيا حتى هذا القرار لا يوجد فيه آلية لتنفيذه وهو قرار زي عدمه زي قد القرار من 242 الذي تحط فيه ألف ولا بدل أراضي الأراضي فلا يمكن تحديد ما هي الأراضي التي سوف يتم أن يسحب منها فهناك العائب دبلوماسية بتتم في هذه القرارات بالتأكيد وهما أسادزة في هذا الموضوع الإمارات مشكورة بالتأكيد وهي عضو من عضاء مجلس الأمن الغير الدائمين تقدم المشروع و97 دولة وفقت على هذا المشروع يعني هناك تضامن دولي على هذا المشروع ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بتاعت الغطاء السياسي والحماية الدولية لإسرائيل حتى لا يكون هناك وقف إطلاق نار بقرار من المجلس الأمن بمجرد الفصل السابع اللي هو استخدام القوة وتشكيل قوة الحفظ السلام لتنفيذ هذا القرار طبعا أمريكا لا تريد هذا الأمر وتريد أن ينتهي على موقفها اللي هي بتعلنه بكل صراحة وإنجاز أن نقول بكل بجاحة أمام العالم وأمام المجتمع الدولي وأكيد حننتظر تطورات في الفترة القادمة ويمكن يكون البطل فيها المستوى الشعبي زي ما حضرتك لفت نظرنا بنشكرك جدا الأستاذ ماك الشرقاوي من واشنطن ترجمة نانسي قنقر